بتقول انت ازاي ممكن تجدد لساسي بالرقم الكبير المطلوب ده ويكون اللاعب اللي جنبه بياخد ربعه هل اللعيبة بتحسبها كده ولا حضرتك شايف انه كل لاعب بياخد ما يستحقه تبقى لإمكانياته هي مشكلة خلي بالك مشكلة مشكلة الفروق في الأصف المرتبات طبعا طبعا اما بتكون الفروق كبيرة وده حصلت مع طارق حامد وطارق يمكن كان جاي له بيرامدز ودي مشكلة انا قعدت مع طارق وفهمته والكلام ده كله قول ساعتها انه عادي لو مشي اه كانت تقيلة قوي دي على ودن الناس وعلى ان المدرب اصلا يقولها جدا لكن انا مع الحق انا دايما مع الحق اللي هو ايه الحق الحق هل ساعتها حنقدر نعوض طرق حامد في سنة بس ايه اقعد تفتكر رغبة انا ده رغبة طرق حامد مش رغبة انا قلت هعرف لو هو عايز يمشي انا هعرف كان ساعتها ساسي موجود كويس اوي محمود عبدالعزيز كان كويس اوي وكنت انا طالب محمد عباطي اه في وجود بلده محمد حسن كان موجود وكان في وجود محمد حسن فقلت ايه طبطارق لا غين عنه انا عارف الكلام ده لا غين عنه لكن انا برضو بصص له انه هو كسنا وعايز سنة والكلام ده كله لكن انا يعني مع وجوده ولكن مش مع ما يعودش غصبا عنه ما يعودش غصبا عنه وانه هو يقيم وفي الحقيقة برضو الادارة هي كانت بتسعى جاهدة انها تعوضه يعني مهمة يعني بصراحة انا بقول بصراحة بفهوم ففروق المرتبات ممكن تعمل مشاهل طبعا يعني ما يبساسي بياخد وطرق حامد بياخد اقل قوي هتبقى صعب وده منتخب مصر وده منتخب تونس ناشي لكن لازم تقيم برضو لكن ما نقول محمد حسن محمد حسن بعيد لكن ده بيلعب خلاص فهي دي يعني الفروق للناس اللي بتلعب لازم تكون قريبة بنشرق مع زيزو مع الكلام ده ايما